موسيقى السلام عليكم مشاهدي الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأجندة اليوم هو الثالث عشر من شهر يناير للعام 2018 وهذه الحلقة هي الحلقة الثانية في هذا العام وما دمنا في بداية العام فمن المناسب أن نتوقف في هذه الحلقة عند السؤال الذي يؤرق الجميع تقريبا ألا وهو ترى كيف سيكون شكل العام الجديد هل سيكون العام الجديد لنا أم علينا هل سنشهد فيه حلا عادلا لقضيتنا أم لا إلى أين سيذهب بنا عام 2018 يا ترى وعد إحنا في الباب من أولها طبعا الإجابة على هذا السؤال هي من اختصاص نوعين من الناس المنجمين والمحللين السياسيين طبعا لا يوجد فرق كبير أحيانا بين الوظيفتين فبعض المحللين مثل المنجمين أو أن بعض التحليل لا يختلف عن التنجيم والحقيقة أن التنجيم والتحليل السياسي يقوم على تكتيك واحد هو قراءة العلامات والقرائن يعني كلهم يشتغلوا على قراءة العلامات والقرائن مع اختلاف في مستويات هذه القرائن والعلامات يعني المنجم يقرأ علامات غامضة لها طبيعة ذاتية غير موضوعية والمحلل السياسي يقرأ علامات موضوعية قابلا للأخذ والرد والقرآن بكل علامات وبالنجم هم يهتدون مسألة العلامات يعني مسألة طبيعية وهذا أمر طبيعي لأن الواحد ما يقدر يتنبأ بالمستقبل لأنه غيب لا يعلمه إلا الله وما عنده إلا القرائن لكن باستطاعة الإنسان أن يتوقع بعض هذا الغيب على سبيل الظن يعني أو على سبيل غلبة الظن إلا على سبيل اليقين عن طريق كما قلنا تتبع القرائن والشواهد التي بين أيدينا نحن في هذه الحلقة سنتوقف عند نوعين من الشواهد الأول شواهد تبعث على اليأس والإحباط والآخر شواهد تبعث على الأمل وهي الأكثر والأقرب إلى الوجدان سنبدأ بتتبع العلامات الباعثة لليأس اليأس من أن يكون العام المقبل عام جيد يعني وأن يكون مثلهم مثل الأعوام التي مضت ثم نعقب عليه بعلامات الأمل أو قرائن الأمل حتى يكون الختام مسك كما يقولون كونوا معنا يرى البعض ممن عرف التاريخ وعرف السياسة أن التشاؤم في السياسة حكمة لأنه لا جديد تحت الشمس الحاضر يشبه الماضي كثيرا والمستقبل يشبه الحاضر من وجهة نظرهم وعبارة لا جديد تحت الشمس بالمناسبة هي عبارة يعني ينسبها العهد القديم اللي هو كتاب اليهود المقدس ينسبها إلى نبي الله سليمان وسليمان يعني وجد قبل المسيح بألف سنة يعني بيننا وبين ثلاثة ألف سنة تصوروا من ثلاثة ألف سنة والناس يقولون لا جديد تحت الشمس سليمان كما نعلم كان رجل سياسة ورجل دولة إلى جانب كونه نبي يعني شخص صاحب خبرة عالية وما يقول مثل هذا الكلام لو عند التجربة يعني وأصحاب هذا الرأي المتشائم يعتقدون أن الإنسان هو الإنسان كلما تغير ظل على ما هو عليه كما يقول المثال الفرنسي الإنسان هو الإنسان في كل زمان قد يتطور وعيه قليلاً بفعل التقدم الحضاري بفعل التطور الزمن إلا أن نزواته هي نزواته ومخاوفها الأصيلة هي هي تظل هي نفسها لا تتغير تغيراً نوعياً بدليل الحرب ما زال الإنسان يقتل منذ أن خلق من اللحظة الأولى لليوم من أيام قابل لليوم وهو يمارس القتل ما فيش تغير كبير يعني كذا ألاف سنة مرت عليه وما أخذش ما استفدش من التجربة الإنسان لا يتعلم من الدروس بسهولة لا يتعلم من دروس الماضي بسهولة ليس لديه حاسة الاعتبار بدليل أنه يكرر نفس الأخطاء التي اكترفها أجداده بناء على هذا الرأي فإن العام الجديد من وجهة نظر معينة لن يختلف كثيراً عن العام الذي مضى من وجهة نظر اليائسين المتشائمين وشواهد الواقع لا تبعث على الأمل كما يقولون ودعنا نأخذها شاهداً شاهداً يعني نشوف إلى إيمده شواهد قوية الشاهد الأول هو سيطرة الميليشيا على الأرض يقول لك الميليشيا ما زالت مسيطرة حتى الآن على الأرض وخصوصاً بعد مكتل صالح يعني صارت سلطة الميليشيا أقوى وأعمق أصبحت كل مقدرات الدولة والمجتمع في المناطق الخاضعة لسيطرتها أصبحت في قبضتها ولم يعد هناك أي حزب أو قوة اجتماعية تستطيع منافستها أو مناوئتها وهذا سيسهل لها إعادة بناء نفسها بشكل منظم يعني بكلها كذلك وهذا سيسهل لها سيسهل للميليشيا إعادة بناء نفسها بشكل منظم ومدروس يحولها خلال السنة القادمة أو السنوات القادمة القليلة بمرور الوقت إلى قوة تشبه قوة حزب الله في لبنان يصبح من الصعب يعني هزيمته وهم الآن يعملون يعني بكل ما أوتوا من قوة و بكل ما أوتوا من مكر و خبرة أجنبية في تحويل المجتمع الذي تحت أيديهم في الهضبة إلى مجتمع طائفي شغالين 24 ساعة رجالا و نساء شغالين لتحويل هذا المجتمع الذي بين أيديهم إلى مجتمع طائفي عن طريق دورات تذكيفية و دورات غسيل دماغ و إذا تأخرت الشرعية السنوات أخرى فلن تجد لها موطئ قدم هناك و ستضطر للتعامل مع مناطق الهضبة بوصفها حصة الميليشيا الطائفية و ربما هذا هو الذي تريده أمريكا من حمايتها الخفية للميليشيا حتى الآن تواطئها مع الميليشيا حتى الآن ربما هذا هو واحد من الأهداف بل لعل هذا هو ما تريده السعودية و الإمارات أيضا لأن المهم لدى هذين النظامين المهم من وجهة نظرهم هو أن لا تصبح الميليشيا دولة أو تصبح جماعة قادرة على تهديدهم مثل حزب الله أما إذا بقيت الحوثية ميليشيا طائفية تهدد اليمن فقط تهدد جمهورية اليمن و شعب اليمن و ثقافة اليمن ما فيش مشكلة عندهم لا مشكلة لدى الإمارات ولا مشكلة لدى السعودية والذي يتأمل سلوك النظامين السعودي والإماراتي في الحرب على الميليشيا يصل إلى القناعة بأنهما لا ينويان إزالة الخطر الإمامي تماما ما عندهم شنية يشيلوا اشتثوا المشروع الإمامي الميليشاوي يبدو أنهما يكتفيان فقط بتحجيمه بحيث تظل الميليشيا تهديد للحياة السياسية اليمنية و أداة تدخل خارجي في الوقت المناسب حيبكوا على هذه الميليشيا لكي تنغص على الحياة السياسية في الداخل و تصبح يعني بمثابة جسر عبور للخارج في أي لحظة مثل ما بدأوا ما هي الميليشيا بدأت بالتعاون مع الإمارات و السعودية و لم نجأوا الحوثيين ماذا لي أغدك عليهم الأموال ماذا لي أزودهم بالتقومات يعني ماذا لي وصلهم لعمرا فربما ترى يعني الإمارات ويرى النظام السعودي أنه بقاء الميليشيا في الحياة السياسية مهم لأهداف خاصة بهم يعني بدليل أن عمليات التحرير التي تمت حتى الآن يعني تستهدف فقط حماية الحد الجنوبي للمملكة السعودية من تهديد الميليشيا و حماية مدنها من صواريخ إيران يعني هي بتضرب الصواريخ و منصات الصواريخ و بتحمي حدها الجنوبي و حررت المنطقة الجنوبية و الساحل للإمارات يعني استهدفت أيضا إخراجها من المجال الحيوي يعني للإمارات للأطماع الإماراتية في جنوب اليمن و الساحل اليمن أما معركة صنعاء و معركة تعز و معركة البيضاء وهي المعارك المهمة بالذات المعركة صنعاء هي المعركة الأم و المعركة الضرورية في القضاء على مشروع الإنقلاب و على المشروع الطائفي أما في هذه فلم تتحرك حتى الآن تحالف لم يتحرك حتى الآن و هذا أمر مريب كل الذي يتم في جبهة نهم مجرد تحريك على رأي المفاوضين الفلسطينيين زمان يعني تحريك و هز وسط للضغط على الميليشيا لتقديم تنازلات معينة و ليس من أجل تحرير العاصمة هذا ما يبدو و هذا ما يتضح و الأيام ستكشف المزيد الشاهد الثاني على أن العام الجديد لن يختلف عن الذي مضى هو أن الشرعية الشرعية نفسها كما يقول البعض غير مؤهلة لخوض معركتها بنفسها و فيها من جوانب العائل القصور و العيوب و النقائص ما يجعلها عاجزة عن خوض معركة التحرير الشرعية مرتهنة لإرادة التحالف و إرادة التحالف مرتهنة لأوهام و مخاوف و عقد تاريخية كلها تعيق العمل الجاد من أجل اليمن السعودية و الإمارات و من معهما لديهم موقف مبدأي من الجمهورية في اليمن ما يشتش جمهورية و لديهم موقف من الديمقراطية ما هذه تعتبر يعني من الخطوط الحبر الديمقراطية في اليمن هذا خط أحمر و لديهم موقف من النهضة في اليمن لا يريدون نموذج ناجح بجوارهم هذه أمور يعني محببة بالنسبة لهم ديكتاتورية و بقاء الوضع كما هو عليه يعني هو أمر محبب لهم حتى لو لم يعلنوا ذلك ولهذا التحالف يمسك يده يمسكون أيديهم عن دعم الشرعية دعما حقيقيا يجعلها مؤهلة للانتصار الكامل و إدارة الدولة و المجتمع بعد نهاية الحرب الذي يتأمل ما يحدث للجيش الوطني مثلا من إضعاف على مستوى البناء العلمي و على مستوى الدعم المادي و اللوجستي يعرف ذلك الضباط يشتكوا من عدم وجود دعم يعني بالذخيرة دعم لوجستي الجيش الوطني لا يبنى الآن لا يبنى الآن على أسس يعني علمية احترافية و اليوم تتكرر مع التكريب النفس خطايا بناء الجيش اليمني القديم السابق الذي دمره علي صالح لماذا هذا الخذلين لماذا حرمان الشرعية من عاصمة بديلة و آمنة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة من مصلحة من في المرحلة يعني في هذه المرحلة في المرحلة التالية الشرعية محتاجة تكون حاضرة في عدن أو في أي عاصمة في داخل الوطن لماذا يحرمونها لماذا يمنعونها من التواجد على أرض الوطن هذا مؤشر آخر على نية التحالف غير المبشر يعني نية غير مبشرة بخير و بدلا من دعمهم الشرعية و توطيد أركانها يعني ذهبوا يستغلون ظروف اليمن الراهنة في محاولة مشبوهة لتكسيم لحمته و نهب جزره و خيراته و آخرها حديثهم المشبوه عن كبائل سقطرة الإماراتية كما يقولون و كما ذكرنا في الحلقة السابقة إذن السعودية تريد الشرعية بيدها مجرد سيف و درع إلى أجل و لا تريدها كيانا يحمل مشروع اليمن الجديد و طبعا ما دامت الشرعية محتاجة للتحالف و غير قادرة على التصرف بذاتها غير قادرة على التصرف ضد إرادته ستظل خياراتها محدودة للغاية و هي معذورة إلى حد ما يعني معذورة و نحن نعرف أن أكثر القيادات الشرعية غير راضية عن هذا الوضع لكنها في الوقت نفسه عاجزة عن الخروج منه و أسوأ من هذا يعني أنها على الأرجح لا تتمتع برؤية علمية كافية لإدارة معركة معركة تاريخية مع الإمامة بهذا الحجم يعني هذه مجموعة قرائن و تعقيدات و مشكلات في جانب الشرعية نفسه في صف الشرعية يجعلنا نقول أنه الشرعية أيضا ضعيفة و غير مؤهلة لخوض معركة على الأكل بعيدا عن التحالف معركة منفردة صعبة عليها لأنه الإنكلاب أو الميليشيا مدعومة ظاهرا وباطنا مدعوما من قبل جهات تدعمها بشكل مباشر وظاهر و من قبل جهات أخرى تدعمها باطنا وهي جهات دولية كبيرة أما الشرعية فهي مخذولة في حقيقة الأمر من جميع الأطراف مخذولة من جميع الأطراف هذه نقاط ضعف لكن سنتابع في المحور الثاني كيف أنه أيضا نمتلك نقاط قوة أما المؤشر الأخير على اليأس فهو موقف أمريكا نفسها من القضية اليمنية من الواضح أنها تخذت موقف ماكر في هذا الملف موقف له ظاهر وباطن يعني في الظاهر أمريكا سلمت الملف اليمني للسعودية لكنها في الباطن ربطت بملفات أخرى أهمها ملف التسوية بالقضية الفلسطينية الميليشيا الإمامية بالنسبة لأمريكا هي أداة أداة استنزاف من الجارة السعودية وأداة ضغط على المملكة السعودية ودول الخليج والتهديد الإيراني برمته هو الوسيلة التي تستنزف بها أمريكا دول الخليج وماليتها هذه أدوات إيران هي الوسيلة التي تبتز بها هذه الدول تبتز بها دول الخليج لدفعها إلى التحالف مع إسرائيل والاعتراف الضمني بها ولشراء صفقات السلاح من المصانع الأمريكية إلى ما شبه ذلك والميليشيا الحوثية هي أداة جيدة للحد أيضا من خطر الأخوان المسلمين في اليمن بوصفهم الفصيل الأكثر حضورا في الحياة السياسية اليمنية والفصيل المؤهل لمكاومة المشاريع الصغيرة غير الوطنية يعني الميليشيا تهدد الملاحة الدولية في الأيام الماضية ولا نسمع الأمريكا نفس ملاحة الدولية يعني سفن أمريكا وسفن العالم الكبير هذا اللي بيمر من باب المندب والبحر الأحمر من الواضح أن أمريكا تكف يعني من الإخوان موقف سلبي جدا الإخوان الذين يمثلهم عندنا في اليمن الحزب الأصلاح موقف باطني شبيه بالموقف من السعودية يعني الإدارة الأمريكية في الظاهر لم تجرؤ حتى الآن على إدراج الإخوان المسلمين في قائمة الإرهاب لكنها في الباطن في الحقيقة لا تسمح بأن يكون لهم مستقبل سياسي في الوطن العربي هذا ليس مجرد كلام هذا ليس مجرد استنتاج يعني بل معلومة قالها أكثر من سياسي أمريكي منهم يعني هذا السيناتور اللي عني اسمعه بعد شوية السيناتور جيرالد كونالي عضو الكونغرس الأمريكي هذا كونالي يقول منص العبارة إن وجود حكومة أخوان مسلمين منتخبة طبعا يكسود في مصر وفي غيرها إن وجود حكومة أخوان مسلمين حكومة منتخبة هي فكرة لا تلقى قبولا بأمريكا أو بإسرائيل تعالوا نستمع إليه وانقيس يعني الوضع يشمل جميع فصائل الأخوان في الوطن العربي I remember I mean you know the idea that there'd be an elected Muslim Brotherhood government in Cairo clearly not a popular thing here or in Jerusalem however our own government our own State Department said in a formal report that Morsi and the Muslim Brotherhood were elected in a free largely free and fair election هذا هو أجلهم. لذلك كان لدينا مجتمع بعد المساعدة. وأنا أسألت المؤكسين من المستقبل. إذا كنت تتعلم أنه كان مجتمعاً. وأنا كنت تتعلم أن المساعدة المساعدة لها لأنه كان هناك بعض المساعدة. أخبرت أن هذا المستقبل المستقبل؟ هذا هو مجتمع من داخل المطبخ. السياسي الأمريكي. ما هو مجرد تكدير أو تحليل. الرجل يقول لك الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية. ونحن ممكن أن نجمع الإدارتين تحت مسمى واحدة والإدارة الصيونية. لأن الصيونية مكونة من الصيونية المسيحية والصيونية اليهودية. يقول لك هذا الرجل أن هذه الإدارة الصيونية لا تكبل بحكومات يقودها إخوان مسلمون في الوطن العربي حتى لو جاءت عن طريق الديمقراطية. موقف أمريكا وإسرائيل يصبح هو نفسه موقف العملاء في المنطقة العربية. إذا قالت أمريكا نحن لا نسمح. صد الصوت ستسمع من الإمارات ومن مصر ومن السعودية ومن غيرها. ونحن لا نسمح. ولأجل هذا سيفضل هؤلاء الإبقاء على الميليشيا الإمامية لتكون حجر حجر ردع للإخوان المسلمين في اليمن أو لما يسمونهم. مع أن الأخوان في اليمن كانت تبرعوا من الإخوان وقالوا إحنا حزب سياسي يمني وامتدادنا إلى الحركة الإصلاحية اليمنية التي تتصل بفقهاء اليمن القدامى ابن الأمير الصنعاني والشوكاني والمقبلي وغيرهم. يعني حاولوا يقول للعالم أننا لم نحن علاقة بالإخوان المسلمين لكن العالم مش راضي يصدقهم يعني. والسياسيون يعملون بالمثل القائل يعني خبي جلد الحمار يقول لك الدهر هاتي. هذا مثل يمني. إذا صح. يعني الحوثية هي جلد الحمار الذي سيحتفظ به الأمريكان وغيرهم. المتخوفون من الديمقراطية ومن الجمهورية ومن الإصلاح في اليمن. سيحتفظوا بها لوقت الحاجة يعني لوقت الشدة. هذه أبرز علامات ومؤشرات الإحباط التي قد يقرأها البعض في المشهد السياسي اليمني ويتنبأ على ضوءها بمستقبلنا في العام القادم. هذه دواعي اليأس عند البعض. ذكرناها لكي يكون المشاهد على بينا من أمره. ما لهو ما عليه. يعني نساعد في تقليب وجهات النظر. وليس لكي نبعث اليأس في النفوس. نحن نقول دائما أن مكر الله يعمل في مناطق الفراغ التي يتركها الماكرون. وهي مناطق كثيرة جدا. لا يستطيعون السيطرة عليها. مهما كان مكرهم محكما. الماكرون يحاولون إحكام مكرهم والسيطرة على كل المساحة الممكنة في المكر. لكن لا بد أن يتركوا وراهم فجوات وثغرات. مكر الله يعمل من هذه الفجوات ومن هذه الثغرات. ولهذا ينكلب مكرهم على رؤوسهم في نهاية المطاف. سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا. هذه المرة عن مؤشرات الأمل والتفاؤل بالعام الجديد في المحور الثاني. ابقوا معنا. ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد. ربما استسلم بعض المشاهدين لليأس والقنوط بعد سماعه للكراء والشواهد السلبية في المحور السابق من هذه الحلقة. لكن كما تعلمون فإن الله الذي صمم هذه الحياة الدنيا صممها على قاعدة الثنائية. السالب في مقابل الموجب الذكر في مقابل الأنثى الليل في مقابل النهار النصر في مقابل الهزيمة والأمل في مقابل اليأس يعني مثلما خلق الإحباط خلق الأمل لمقاومته وجعل لكل منهما شواهده وكرائنه ومبرره يعني مقدماته ومثلما وجدنا لليأس مقدمات ودواعي فقد وجدنا للأمل أيضا مقدمات ودواعي تجعلنا نقول إن العام 2018 سيكون أفضل من العام 2017 على الأكل يعني حتى لو لم يكن عام الحسم وإنهاء الحالة الإنقلابية يعني سنعرض بعض هذه الشواهد المطمئنة شاهدا شاهدا ودافعا أول هذه الشواهد هو أن الميليشيا في العام 2017 كانت أضعف منها في العام 2016 والشرعية في العام 2017 كانت أفضل حالا من الشرعية في العام 2016 على كافة المستويات وكياسا على ذلك يمكننا القول إن العام 2018 سيكون أفضل من العامين الماضيين على المستوى العسكري أو على غيرهم من المستويات على المستوى العسكري انحسرت سيطرت الإماميين كثيرا في 2017 وخرجت من تحت أيديهم مناطق عديدة في الجنوب والشمال والساحل الغربي وكل منطقة يعني يخسرونها لا يستردونها المناطق المهمة لم يستردوها إلى الآن معنى أن المعركة يعني معركة ليست معركة كر وفر بل معركة تقدم دائم للشرعية وانحسار دائم لسلطة الميليشيا على طول الخط ربما يكون هذا هو التكتيك المتاح من وجهة نظر التحالف وأمريكا لدفع الميليشيا إلى القبول بالتفاوض يعني يضغطوا عليها شوية شوية ويسحبوا منها المناطق من تحت أيديها كليلا كليلا إلى أن تصبح محصورة داخل العاصمة ربما نكون ربما هذا تكتيك يعني إذا أحسننا الظن بالتحالف يعني بدلا من خوض معركة صنعاء المكلفة على المستوى البشري والأخلاقي كذلك خسرت الميليشيا في العام الفائت العديد من قياداتها المهمة لأول مرة من بداية الانقلاب يعني سمعنا أنه القيادي طاه المداني قتل يوسف المداني أيضا سمعنا أنه قتل كما أن الشواهد يعني تدل على أن الميليشيا استنزفت بشكل كبير بشريا وهذا يدفعها بمرور الوقت يعني لفتح باب التجنيد وربما يفتحها ل يعني لأحد أمري إما الاستسلام وهذا مستبعد وإما فتح باب التجنيد الإجباري وهو ما تديفجر المجتمع في وجهها الناس ما عادوا يحتملون الميليشيا إلا من أجل سلامة رؤوسهم وأولادهم ولا ما تباقيش حاجة يعني يصبروا عليها رواتب وقطعوها أسعار وفي النار إهانة مؤسسات خدمات في الحد الأدنى يعني ما تباقيش للناس يصبروا عليه غير أن يحافظوا على رؤوسهم عما إذا كتجولهم لأولادهم في بيوتهم أعتقد المجتمع سينفجر في وجه الميليشيا ولن يصل الخنوع إلى حد اعتقال الناس يعني جملة وذهب بهم إلى الجبهة لأن هذا لو حدث سيكون مؤشر عند الناس على أن الميليشيا أصبحت ضعيفة وأنها وصلت إلى الرمك الأخير وهي حريصة على إظهار قوتها أمام الجميع هي حريصة يعني أحد المواطنين نشر قبل أيام يقول إنهم اختطفوا ولده وذهبوا إلى الجبهة ويكسم يمين أنه سيكتص من المشرف الحوثي وجميع أولاده هذه ربما تتحول هذه الحالة الفردية إلى حالة جماعية منظمة نسأل الله السلامة لكن الميليشيا كل يوم تستنزف أكثر وأكثر بشريا وبدلل أنها تدعو الآن إلى فتح باب التطوع للتجريد والذهاب إلى الجبهة لكن هذا لن يستمر ما أحد أرضى يصير يعني كم سيستمر هذا التجنيد التطوعي كم سيستمر الأخبار تقول أنهم يستنزفون بالمئات في الجبهات يكتلون بشكل يعني بشكل واسع أظن أنه في سكف ستتوقف عندها الميليشيا وترفع الراية البيضاء وإن لم ترفع الراية البيضاء يعني ستكون نهايتها نهاية مأساوية طبعاً من دوافع التفاؤل بالمستقبل عموماً أن القوى الوطنية الجمهورية تمثل كتلة ضخمة لا يمكن لأي لاعب دولي أو إقليبي أن يتجاوزها أو يتجاهلها إلا إذا شاء أن يجعل من اليمن أو من حرب اليمن حرب الثلاثين عاماً وهذا ليس في مصلحة أحد لا دول الجوار ولا مصلحة السلم الدولي ولن تقدم أمريكا على خطوة خطيرة بحجم إلغاء الكتلة الوطنية تماماً بقاء هذه الكتلة بشريحتها الشبابية الواعية والاستثنائية في تاريخ اليمن هي أهم ضامن للمستقبل نحن عندنا اليوم شريحة واسعة جداً من الشباب اليمني الواعي لم يعرف اليمن في تاريخ كله من قبل يعني من حيث الوعي ومن حيث الثقافة والحص الوطني لدينا شريحة والحص الأخلاقي يعني شريحة واسعة جداً وجود هذه الشريحة الشبابية بهذه المواصفات هي الحصن الحصين لليمن يعني استطاعت شريحة محدودة إذا كانت شريحة محدودة في عام 62 من المثقفين استطاعت أن تنتزع الإمامة من عرشها والإمامة يومها كانت محصنة بالجهل والجوع والمرض فما بالك بشريحة ضخمة من الشباب اليمن الواعي المثقف بالآلاف المستعد لتقديم نفسه في سبيل قضيته اليوم فالحقيقة الجمهورية اليوم لم تكن أقوى منها يعني اليوم هي أقوى منها في أي وقت مضى الجمهورية اليوم في اليمن أقوى من أي وقت مضى الجمهورية اليوم بدون مبالغة في أقوى حالاتها سنفهم هذه الحقيقة إذا اعتبرنا أن معركتنا مع الإمامة قد استمرت 57 عام يعني في بداية المعركة مع الإمامة خلال الستينيات كانت هي الأقوى من حيث الوجود الاجتماعي والثقافة تدعمها والبيئة كلها تدعمها وكان لها داعمون كثر في الإقليم ويعني معظم الدول في الإقليم كانت داعمة للحكم الإمامي لأحمد حميد الدين وكانت للإمامة خبرة أفضل في مخاطبة المؤسسات الدولية وما زالت إلى اليوم يعني ما زلت أتذكر عبارة لافتة للانتباه قالها المؤرخ البريطاني إتجار أوبلانس في كتابه المهم اليمن الثورة والحرب قال ما معناه أن الملكيين لاحظوا الملكيين أيام زمان كانوا يجيدون مخاطبة المؤسسات والمنظمات الدولية أفضل من الجمهوريين ما أشبه الليلة بالبارحة يعني ما زالوا حتى اليوم هم الأقدر على مخاطبة المؤسسات الدولية بواسطة أدواتهم الناعمة منظمات وما شبه ذلك يعني ومع ذلك فقط كانت رياحة للقدر يعني تجري لصالح شباب سبتمبر أيامها ولصالح ثورتهم الوليدة الضعيفة أي آنذاك وانتصرت مظلمة اليمنيين على الظالم الطاقية فما بالك اليوم وكل مقومات القوة المادية والأخلاقية والكانونية في أيدينا اليوم وضعنا أفضل من وضع ثوار سبتمبر واستمرت المعركة مع الإمامة والملكية طوال العهد الجمهوري لكن بشكل صامت كان علي عبدالله الصالح يخون الجمهورية من أجل مشروعه الخاص للأسف بطرق كثيرة جدا منها أنه كان يمكن للإماميين طوال الوقت في القوات المسلحة في حزبة في القبيلة في مرافق التعليم العام والعالي في غير ذلك كان الجمهوريون يراكبون ذلك وأيديهم على قلوبهم كانوا يتخوفون لأنهم كانوا يعرفون أن طبيعة الإمامة لكنهم لا يستطيعون فعل شيء أو قول شيء ماذا سيقولون؟ هل يقولون للمجتمع أن هؤلاء يعملون لمشروعهم الإمامي وهم ظاهرهم جمهوري؟ وأن ولاءهم للجمهورية غير صادق؟ من سيصدق ذلك؟ ولذلك كانت الفترة الجمهورية السابقة بالنسبة للإماميين هي فترة التمكين الهادئ كانت مزرعة يعني للمشروع الحوثي الإمامي فيما بعد كانوا بيشتغلوا في التمكين حتى تأتي لحظة الصفر وقد جاءت وقد أرادوا لها أن تجي في شهر سبتمبر اللي هو شهر اليمنيين شهر العزة اليمنية علشان يكسروا شرف هذا الشهر لكن اليوم الصفوف واضحة متميزة والإمامة اليوم تتمتع بأسوأ سمعة في تاريخها أسوأ من فترة الستينيات حتى لدى الجمهوريين اليوم الحج الكافية لمكاومة سرطانها الخبيث ولهذا أقول أن الجمهورية اليوم في أفضل مراحلها أفضل حتى من فترة علي عبد الله صالح فلا يأس من دوافع التفاؤل بالمستقبل أيضاً أن مجموعة مهمة من الظروف التاريخية تكف في جانبنا وطبعاً هذه الظروف التاريخية هي شكل من أشكال التدبير الإلهي في حماية الضعفاء أحياناً يعني على سبيل المثال حين شاءت إرادة الله لليمنيين أن يتحرروا من سلطة الكاهنوت الإمامي في الستينيات القرن الماضي بعث لهم عبد الناصر والقومية العربية يمكن لو ما حصلتش الثورة المصرية في 52 ما حصلت ثورة 62 قومية العربية موجة القومية العربية خدمتنا كثيراً في ستينيات كان تدبير إلهي كان هذا العامل ظهور القومية العربية وعبد الناصر كان عامل حاسم تماماً في انتصار الجمهورية الوليدة لو لا التضحيات المصرية في اليمن ما انتصرت الثورة اليمنية هذه حقيقة لو لا حرب رمضان اللي قادها عبد الحكيم عامر في اليمن ما انتصرت الثورة وكذلك اليوم هناك أقدار جديدة تجعل بقاء الإمامة مسألة صعبة إن لم نقل مستحيلة اليوم هناك شكل آخر من أشكال الحرب القومية بين العرب وإيران هذا من ناحية لن يستسلم العرب بسهولة لإيران لأنه ركبتهم يعني على الأكل لفلوسهم وعروشهم واليوم موجود السعودية نفسه والخليج متوقف على تحجيم المشروع الإمامي ونزع أعظافر في اليمن لأنه بالنسبة لهم مشروع إيراني يتهدد وجودهم الطريف أن الأقدار أيضاً تخدمنا حتى بفشل مخططات أنظمة الثورة المضادة كل فشل لدول الثورة المضادة يخدم كضيتنا أيضاً يعني على الرغم من نجاح محور إسرائيل في إفشال الربيع العربي نسبيا والثورة المضادة هي اللي اجابتنا لهذا المأساة على الرغم من أنه نجح المحور إسرائيل في إفشال الربيع العربي إلا أنه فشل في إسقاط الأنظمة التي دعمت هذا الربيع والتي تكف حجر عثرة أمام طغيان هذا المحور يعني فشلوا في إسقاط النظام التركي فشلوا في إسقاط النظام القطري فشلوا في إسقاط النظام السوداني وأنه النظام السوداني لم يكن من أنظمة الداعمة للربيع وخسر معظم هذا بحور إسرائيل خسر معظم الأنصار والمؤيدين في الفترة الأخيرة وهذا الفشل سيعزز موقفنا نحن اليمنيين في الشرعية إلى حد ما باعتبار أن الخير يعزز بعضه بعضا كما يعزز الشر بعضه بعضا وهذا يحدث يعني عادة بصورة غير مباشرة أو محسوسة لأنه مثل ضغط الهواء تحس نتائجه ولا ترى ونحن نرى في فيديو قادم كيف أن النظام المصري يتخوف من نجاح الإخوان في اليمن ليش؟ في حسابات معينة نحن أيضا نفهم هذه الحسابات ونقول أنه فشل الثورة المضادة هنا أو هناك فشل هذه الأنظمة يخدمنا أيضا في اليمن وعبارة السلطة المطلقة مفسدا مطلقة هذه العبارة المشهورة تصلح على مستوى الدول كما تصلح على مستوى الأفراد فلو أن أنظمة محور إسرائيل لو أن هذه الأنظمة نجحت في كل مؤامراتها في المنطقة مثلا لا قدر الله لكانت مفاسدها أعظم وأشد مما هي عليه الآن وكنا نتحمل نحن أيضا جزء من هذه الأعباء وما يستق على الحاضر يستق على المستقبل النظام الذي استطاع الصمود في المؤامرة أو في الضربة الأولى سيعود أقوى مما كان هذه الأنظمة التي تعرضت لمؤامرة من قبل محور إسرائيل ستعود أقوى مما كانت وهذا أيضا كما قلت في صالحنا ومن مكر الله بالمتآمرين علينا أنهم يتآمرون على أنفسهم ويفضحون مخططات بعضهم بعضا لازم نقولها صريحة يعني الناس يتآمرون علينا يعني بشكل واضح وصريح على مستقبلنا على وحدتنا على جمهوريتنا على أراضينا وجزرنا وحقوقنا وأبسط حق لنا أنه نتكلم بصراحة لطالما قلنا أن أشكاء السعودية في التحالف يتآمرون عليها أو لا يريدون لها أن تستكر دائما كنا نقول أنه النظام السعودي للأسف إن جر وراء مخطط يريد تدمير السعودية إن جر وراء مخطط لأعداء يكرهون السعودية ولا يريدون لها دورا كبيرا في المنطقة يريدون لها الشر يعني ولطالما قلنا أن الحرب في اليمن قد طالت طالت لأن التحالف جاء لتحقيق أهداف غير الأهداف المعلنة التي أعلنها لو كان على الأهداف المعلنة أن نخلصها في الشهر الأول لكن لدي أهداف غير معلنة أهداف غير شرعية بالتأكيد طبعا هذا كل نقول الزمان يعني من باب الاستنتاج والتحليل لشواهد الواقع لكن أحيانا تأتيك أدلة وقراءة أوضح مثل التسريبات المصرية الأخيرة هناك تسريبات مصرية كشفت جزء من هذه الحقيقة في الأسبوع الماضي انتشرت فضيحة إعلامية كبيرة في مصر فضيحة تسجيلات صوتية بين ضابط مخابرات مصري وعدد من المذيعين والممثلين والممثلات المصرية هذا الضابط كان يتصل بالفنانين والمذيعين ويملي عليهم توجيهات يقول لهم نحن في المخابرات نريدكم أن تقولوا كذا وكذا من الموقف الفلاني نريد أن تقولوا كذا وكذا وهم يقولوا آمين آمين واحد من التسريبات كان يتكلم عن اليمن ويقول أننا لا نريد بكل الإعلام بيقولهم نشتغلوا على هذا الخط نشتغلوا نفق ما بين السعودية وحزب الإصلاح لا نشتغلوا يكونوا سديين ومتفقين لأن هذا قد يضر الأمن القومي المصري هكذا الضابط يقول يقول أنه لو السعودية توافقت مع الإخوان في اليمن هذا قد يضر الأمن القومي المصري ولذلك لازم نسوي بينهم اسفين لازم نسوي بينهم شرخ تعالوا نستمع لهذا الضابط أهلا يا كابتن عمد أي رب ربنا يخليه بقول لك يا فندي نحن النهاردة طبعا أنت شفت اللي حصل في اليمن مع علي عبدالله صالح طبعا التوجه دلوقتي أن اللي حصل ده مش فصالح الدولة المصرية بناء على النساحة دلوقتي هتفضى ناكل الإخوان زما حضرتك فاهم فإحنا عايزين عايزين نتكلم في انتجاه إيه عايزين نتكلم في انتجاه إن اللي حصل يعني مش فصالح اليمن ومش فصالح استقرار اليمن مش فصالح الدولة العربية كلها ولا المبدأ اي لأن بتعارف دلوقتي الإخوان هتفضلهم الساحة هناك هيبدأوا إن هم السعودية هتبدأ إنها تتعاون مع الإخوان هناك ونتعارف إن ده بيمث الخطر عندنا بالضبط 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 بس ده الطريق اللي هنمشي فيه بالضبط يعني اتكلم في انتجاه من اللي حصل في اليمن ده مش فصالح المنطقة العربية وإن ده فرصة لإخوان اللي هي يعني تاخد مساحة لكن لازم التكاتف عربي والصمود والأطمع يعني احنا نتكلم في اليمن بالضبط يا كد بالضبط بالضبط يعني هكذا يدار الإعلام في الأنظمة المشتبدة بهذه التوجيهات الأمنية يتم توجيه الرأي العام عبر الإعلام هكذا يتم غسيل الدماغ هكذا يتم توجيه الرأي العام وهكذا نتضرر نحن الشعوب المستضعفة البسيطة يعني في اليمن تحديدا نتضرر بمثل هذه المواكف لأن هذه عينة يعني احنا نقيس عليها في بقية الدول وبقية الأحزاب وبقية القوى السياسية كله شغل في الباطن كله شغل في الباطن وأنت عزيز المشاهد بإمكانك أن تقيس على هذا كيف تكون مواكف الأنظمة في العلن مختلفة عن مواكفها في الحقيقة يقول لك احنا عندنا أهداف للتحالف في اليمن ثم تكتشف أن معهم أهداف أخرى في الباطن لكن هذا بالمناسبة كما قلت يذكرنا أيضا بأن هذا التدافع بين القوى وهذا التصارع بينها يوفر أحيانا فرص لنجاة المستضعفين والمكهورين وهذا ما نسميه مكر الله ومجرد خروج مثل هذه التسريبات للعلن يعد مكر إلهي لصالح المكهورين المتضررين للخلاص يعني ربما مثل هذا التسريب ينبه القيادة السعودية إلى أن هناك من يتآمر عليها وهناك من لا يريد لها الخير ولا يريد لها الاستقرار أحنا في اليمن يعني لدينا مقومات كثيرة للبقاء ومن الصعب أن يتجاوزوا الشرعية ومن الصعب أن يتجاوزوا شباب فبراير من الصعب أن يتجاوزوا طموحاتنا وآملنا ومعنا أيضا مجموعة أقدار كما قلت وظروف تضطرهم تضطر الفرعون لخدمة موسى أحيانا أظن أننا بهذا نكون قد انتهينا وصلنا إلى نهاية الحلقة نرجو أن نركاكم في الأسبوع القادم في أمان الله موسيقى من الصعب موسيقى اشتركوا في القناة